130 مليون دولار يتطلع الكونغرس لتخصيصها للحفاظ على الأمن في مناطق ما يسمى بالإدارة الذاتية شمال شرق سوريا ومن ضمنها تكاليف إقامة المنطقة الآمنة بشرق الفرات بحسب ما كشفها موقع الميرور الأمريكي الموقع أكد تقدم الكونغرس مقترحاً لوزارة الخارجية لإنفاق هذا المبلغ في العام المقبل 2020 على استعادة الاستقرار في شمال سوريا المقترح قدمته لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ يشمل تخصيص 25 مليون دولار لبرنامج داخل ما يسمى بالمنطقة الآمنة التي تعمل الولايات المتحدة على إقامتها مع تركيا شمال شرق سوريا الخطوة تأتي في الوقت الذي أكد فيه مسؤول رفيان في البنتاجون أن إدارة ترامب ستتمكن من التغلب على التوتر بينها وبين تركيا للحفاظ على منطقة آمنة على الحدود السورية التركية لكنه أشار إلى أن التفاصيل الأساسية حول هذه المساعي لم توضع حتى الآن وحسب الخطة أيضاً أكد المشرعون على أهمية تعاون تركيا مع شركاء دوليين ومحليين في جميع جوانب تقديم المساعدات وتوفيرها لجميع السكان داخل المنطقة إضافة لتقديم خدمات التسجيل وفتح معابر حدودية رئيسية هذه التحركات تأتي بالتزامن مع تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ خطوات في حال عدم إقامة المنطقة الآمنة بحلول نهاية شهر عيلول باتخاذ خطوات 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 خطواتidade؟